قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية حيث اتفقت مجموعة السابع للاتحاد الأوروبي على فرض السقف السعري عند 60 دولار للبرمير من نفط الروسي المنقول بحرا في أواخر العام الماضي وأكد المدير التنفيذي أن تشديد في تطبيق سقف الأسعار لن يؤثر على إمدادات النفط العالمية والجديد بالذكر أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في الشح المعروض وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو النفطية